السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي الطلبة والطالبات في المرحلة المتوسطة معكم المعلمة عهود عبدالله العتيبي معلمة لغتي للمرحلة المتوسطة في التربية الفكرية عنوان الدرس قراءة كلمات وظيفية في البداية طلابي وطالباتي لا بد أن نتعرف على قوانين التعلم عن بعد أولاً اختيار مكان هادئ لمشاهدة الدرس ثانياً الجلوس بطريقة صحيحة أمام أجهزة التعلم ثالثاً احضار الأدوات المدرسية والكتاب وأداء المطلوب الهدف العام للدرس أن يتعرف الطالب أو الطالبة على قراءة بعض الكلمات الوظيفية أهداف الدرس أن يسمي الطالب والطالبة علامات التحذير والإرشاد ثانياً أن يصف الطالب أو الطالبة العلامات الإرشادية ثالثاً أن يطابق الطالب والطالبة علامات التحذير والإرشاد بالكلمة الوظيفية المناسبة رابعاً أن يستخرج الطالب أو الطالبة الكلمات الوظيفية من العدد والأدوات من حوله خامساً أن يضع الطالب والطالبة الكلمة الوظيفية في الجملة المناسبة لها سادساً أن يقرأ الطالب أو الطالبة الكلمة الوظيفية حسناً في بداية الدرس سنستخدم استراتيجية ماذا لو لتنمية التفكير الإبداعي ماذا يا طلابي وطالباتي لو مشينا في طريق بلا لوحات أو إشارات هيا أخبروني ماذا يحدث إذا مشينا في طريق بلا لوحات أو إشارات طبعاً سيحدث أولاً ستزيد نسبة الحوادث والإصابات ثانياً سيهدر الوقت والجهد في البحث حسناً إذا وضعت لوحات هل نكتفي باللوحات بهذا الشكل؟ هل نكتفي بهذه اللوحات؟ هل هذه اللوحات تعتبر وظيفية؟ لا طبعاً لأنها بدون أي رموز أو كلمات لا يوجد فيها رموز أو كلمات إذن نحتاج إلى لوحات تحتوي على رموز وكلمات لتدلنا وترشدنا وتحذرنا وهناك مجموعة كبيرة من اللوحات الإرشادية واللوحات التحذيرية المستخدمة في الشوارع والطرقات كذلك في المباني الكلمات الوظيفية وهو عنوان درسنا لهذا اليوم إما أن تكون تحذيرية أو إرشادية إما أن تكون تحذيرية وغالباً باللون الأحمر أو تكون إرشادية وغالباً ما تكون باللون الأزرق أو الأخضر العلامات التحذيرية أولاً تكون بأي شكل؟ ما العامل المشترك بين العلامات التحذيرية؟ هيا أخبروني أحسنتم الشكل المثلث دائماً العلامات التحذيرية بشكل مثلث العلامة الأولى تدل على خطر كلمة خطر هي الكلمة الملائمة للعلامة الأولى أو اللوحة الأولى اللوحة الثانية أو العلامة الثانية تدل على قابل للاشتعال قابل للاشتعال أما الصورة أو اللوحة الثالثة تدل على سام سام كلمة سام هي الكلمة الوظيفية لللوحة التحذيرية تعتبر تحذيرية أما الصورة الأخيرة لكلمة كلمة انتبه انتبه وهي كلمة وظيفية تدل على التحذير انتبه إذن هذه هي الكلمات الوظيفية للعلامات واللوحات التحذيرية وليست الإرشادية تحذيرية دائما وظيفة هذه الكلمة التحذير وتأتي بشكل مثلث أما العلامات الإرشادية فكلماتها الوظيفية أول صورة قف قف عبارة عن كلمة من كم حرف؟ حرفين أحسنتم اللوحة الإرشادية اللوحة الإرشادية الثانية هي لكلمة وظيفية وهي مخرج مخرج كلمة مخرج هي الكلمة الوظيفية لللوحة الإرشادية وليست التحذيرية أيضا كلمة ادفع هي الكلمة الوظيفية لللوحة الإرشادية وليست التحذيرية آخر كلمة وظيفية هي كلمة اسحب اسحب هي الكلمة الوظيفية لللوحة الإرشادية وليست التحذيرية بذلك مميزنا بين نوعين من اللوحات أو الكلمات الوظيفية إما أن تكون وظيفتها الإرشاد والتوجيه وتأتي بعدة أشكال وألوان غير محددة الآن على الصبورة استراتيجية النصف والنصف الآخر أبناء الأعزاء في يدي نصف صورة أخبروني ما النصف الآخر من هذه اللوحة؟ ما النصف الآخر من هذه اللوحة؟ هل هي الأولى أم الثانية؟ الثانية أحسنتم إذن الآن هي لوحة تحذيرية لوحة تحذيرية صورة أخرى للوحة تحذيرية باستراتيجية النصف والنصف الآخر يا ترى ما النصف الآخر للوحة التحذيرية التي معي؟ ما هي النصف الآخر للوحة التحذيرية الموجودة في يدي؟ ما الذي يطابقها؟ ما هو نصفها الآخر؟ أحسنتم اللوحة العليا اللوحة العليا هي للوحة تحذيرية بارك الله فيكم في النهاية أوصي أولياء الأمور مراجعة ما تعلمه أبناءنا وبناتنا لرفع مستوى مهارتهم وتثبيت المعلومة بذلك انتهى الدرس الثاني من دروس مادة لغتي للصف الثاني المتوسط إلى اللقاء